موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في التاسعة فوت في حلقة اليوم التاسعة فوت نتعرض بالمواضيع التالية أهم سنتاجات الجولة السادسة للبلايوف تقديم مباريات العد القادم الديربي بين التراج والإفريقي والكلاسيكو بين النادي السفيقسي والنجم الساحلي الكلاسيكو البارحة وكأس رابطة الأبطال الأوروبية للتواصل والتفاعل معنا نفس وسائل الاتصال موقعنا على شبكة انترنت www.tasya.tv ولا صفحتنا على الفيسبوك التاسعة ولا شانال يوتوب التاسعة يحضر معنا الفريق كامل اليوم ما فيماش ضيوف تاسعة فوت بالحق اليوم فاتحي ماهيش تاسعة بساء بس نحكيه على الفوت وعلى ركزه على الجولة هذي والجولة القادمة وتاكورة القدم يا عايشك معز مرحبا مرحبا بالحضور مرحبا بالسادة المشاهدين ثلاث ملاحظات موزة جدا لاعب القرن نوردين ديوان قلولوا ربي يطول في عمرك سي حمادي بركة الحكم الدولي السابق متاع السبعينات قلوا ربي يشفيك يمر بأزمة صحية كبيرة ياسر كلموني الناس اللي تعرفوا ثم أخونا تعرفوا جمالدين كرماوي أنا نعرفه كلاعف الملعب التونسي وإعلامي أنا نعرفه كلاعف في الملعب التونسي مع دانيال ونوردين بن عرفة وكل ملاعب وعنده البندو يمر بأزمة صحية شوية ننسى لش نقولوله إن شاء الله لباس وإن شاء الله نس كل لباس وإن شاء الله نعمل حسة تسعة فوق بناسبة لنوردين ديوان مش فقط أنا ربي يطول في عمره بيطول في عمره بالتأكيد لكن اعتذاراتنا أيضا للعائلة متاعه ولزوجته خاصة لأنه الخبار الغالط اللي كنا قدمناه الأسبوع الفارض وقلنا نوفات نوردين ديوان خلف أثار خايبة على العائلة الناس مشيت تحب تعزي وناس تطلب تحب تسأل وقتش اللي تفينه وغيرها كل مرة أخرى ننقدمه للعائلة ونوردين ديوان بالاعتذار وتبنيوله طول العمر خالد حبيك معز بالحضور وبالسيد دلنا المشادي واجي مساء الخير مساء الخير معز أنا حبيت في البداية نتمنى الشفاء العاجل الزوز من المحبين النادي الأفريقي اللي صار لهم حادث مرور بعد مباراة المتلوية في ردس عمر الزغيدي وسامة المعروفة لحد الآن يعني الخبار عادي لكن إذا كان نعرفه الزوزة ضم من المحبين النادي الأفريقي في قدير بصر يعني ما يشوفوش ويحضروا مباراة النادي الأفريقي كله من أكبر المشجعين ومعروفين في المدرجات مثل النادي الأفريقي يحبوا النادي الأفريقي بقلوبهم وبوذنهم يعيشوا الأفراح النادي الأفريقي الكل ما يشوفوش يعني نقولوا كيفاش سبحان الله يعني تم ناس يعني عشق مش حب عشق عشق نادي متاعهم نتمنى لهم مش يفايا العاجل علش ونهارب نشكر الناس اللي ويقفت معهم ليازوهم لسبيتار ويقف عليهم مشي تعاجلوا كل شي نصفق عليهم يجي خد بلاستي يجي خد بلاستي يجي خد بلاستي بركالة شي معلها بركالة القلب ديريكت عشق كبير للنادي الأفريقي وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى لهم مش يفايا لأنه ثم واحد حالته تحسنت برشا والثاني مزل مزل في المعناية إن شاء الله لبس إن شاء الله لبس هكبر نفسه جليلة اللونة ذات حبوا من حباء اللون البنفسجي قول لحقيقة قول لحقيقة مثال لا ما عنديش علقه مصالحة وطنية لا ما عندي حتى حتى علقة بالألوان دخلوك في باب المصالحة ما عندي حتى علقة بالألوان اسمك ما كتبوا لكش مثال مصالحة البطنية أنا فاش خاف لا ياخدوا لكش نحكي نهار الخميس نحكي نهار الخميس نحكي مرة حبيب لو خيل كله إن شاء الله دخلت ما قمتش من الكلاسيكو متاع البارح لأخي. واضح. ما نجمش نرخد اصلا. معز مرحبا ان شاء الله اه كما قلت انت شاء الله اليوم الحس تكون رياضية على خطر ملينا الحق انت عربي من اللي شوفناه. ومعز انا ما نحبش يقول اه الناس مش هيت فرش في ماتش ولا يذن. فهمت. هاي ممكن في برسلونة. اي. اذا كعليش تويها. كان في برسلونة. انا نحتراح باش نبدأ بروحيانا باش منا بداش بغيري باش ميقولوش قاعد ينظر اخد قاعد لابس كرفات. والله انا انا نعتقد المسؤولين والملعبية يزمهم يشيوا وشوفوا الكرة الاخرى. حتى الجماهير بصراحة مو عز في تقيقتين الاخرانين. قطع النظر عن نتيجة. خمسة وتسعين الف متفرج يعايتو برسلون برسلون. تحت المقابلة اللي خسرتها. لا هي كاسر اللي خسرتها. ما نحكي على المبارات مع اليو في زيرو زيرو في في اسبانيا. معتها بالحق معز. اه يزم الناس تشوف الكرة يذيك وتعيش بكرة. بعدش نحكيه شوية على كاسرابيت لابطال. حكينا شوية على المقابلة ذي ماك حضرتها واحد. بتبقى يعني نحب نحيي يسر حب ريال مدريد معناها البارح. صح. وخاصة اللي موجودين احضانا على البلاتو ومش شوية ذولي الكلهم من حب ريال مدريد. انا انا وليد نحب برسولول. ها وليد حبها كيفشيت غادي. عندي ودي دلموي يحب الريال. وليد باربيك لي هو نحب برسولول. هات نشوف وردود الفعل حول الحصة الاخيرة وبعد دار جمعنا حكيه. خلفة الحصة الماضية متاسعة فوت عديد من ردود الفعل واسالت كثير من الحبر. بعد حضور شافيق جرية عضو هيئة الدعم بالنادي سفيقس. وتدخل نائب رئيس اتحاد بن جردان ايمان شاندول بالهف. اللي قام بيه لسي منصف اخباثل اول بابة. ما هوش فعل شاني واعتداء بالفحش عشانو روح بيه اخي هو. يودي عيبرة. يودي عيبرة. يودي عيبرة تنفيه. تنفيش خانو البيتر ولا تنفيش خانو البيتر ولا. كانو كانت هز كانت تربح اليوم تيت 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 عاملي تيت تيت تيت. سيقال الوديع الجري عليه ان يستقيل او يقال. ولي كان اربحنا صحالين. في نطاق الاحترام القانون ولعبة الديمقراطية. اخو جابوا جابوا سليم شبوب. اهو سليم شبوب قال له عقب مصر مهم. سليم شبوب جابه هو اصلا ابن سليم شبوب هو. الابن الغير الشرعي سليم شبوب. لو تجام شرمد الفساد يحكي عنه سليم شبوب. ما ميتي. كما اوتو. هو سبيق جراية يحكي عنه سليم شبوب. اي معنى. لو تجام لا تعرف سليم جراية. مدوة زادة افتحاد جاور الشغل في بنجردان. بيش اقضت بيان. وبيش نعلو فيه. اللي اي مسترعية متاع ودي الجري كرأيه في الجامعة. وستكون حرب شوارع. عين عمر. ستكون حرب شوارع في بنجردان. لا لا. يا هايمن تو هكي الخطاب. تو هتحكي الخطاب موش مسؤول وجاي تقول وتتهدد بالشوارع. حرب شوارع. تو مش معقول تو هكي. خطاب اعتبروه العديد تجاوز لكل الخطوط الحمراء في واقعة صعيف تعيشوا كرة القدم التونسية. والداخلت فيه عديد الاتراف. كالاتحادية الجهوية للشغل. كاتحاد شغل يهمنا المحافظة على السلم الاجتماعي والامني. ويهمنا كذلك ان تبعد الرياضة التونسية على كل التجاذبات وتنأى بنفسها عن كل هذه المشاهد الغير لائقة. وان تحافظ على الاخلاق الرياضية. هنا يهمنا باش نوضح ان مواقعها في الحصة من اعتبار للمس من اشخاص وعائلات بعض ابناء الجهة. وكذلك يعني التهديد باستعمال النفوذ والقرارات التهديد باستعمال قرارات مسقطة لعزل هياك المنتخبة شرعيا. كل هذا ساهم في احتقان ابناء الجهة. اندمت شو على تصريحك الاخر. بان اندمت اذا كان هنا وصلت تعد액 على حرف. بل في المشاهد ولا على في الشعب التونسي يمكن شنا ند. بالعكس أنا عاود كلامي كلمي عمري ما اندمت عليه. انا ما نقولش كلمة وما بعض نتراجع. انا كلامي كان نقول وما نقولو كان على. انا ديما يمكن عندي تبيعة في انا. اللي ما نحبش نعطي ديما كلام 원� TVs مشنج. معنا ديما عنا محب نعطي كلامي الا وانا في معنة مرتاح وانا في كافة ما دارك العقلية. الناس كل يجبها تتح دورها انطلبك اللمكن انbakائها تمرأت تقعد مع بعضها وتحكي مع بعضها تحترم بعضها تخلي كورة كرياضة ما تدخلش فيها حسابات أخرى خارجها تماما على الانتاق الرياضة بس كونفينت كونت مالها للعبة ومالها لكورة خدم ومالها لموايان دو ديستركسيون وموايان بتاعتها حابب وموايان بتاعتها قارب دونك مازماش تفوت معناها الإطار متاحها والحدود متاحها تقعد في إطار الكورة في إطار الرياضة تونس تتساعى للجميع تونس صغيرة ممكن في المساحة الجغرافية لكن كبيرة بشعبها اللي هو مثقف وواعي احنا اليوم نعطل الشرعية دعم الديموقراطية تحية تونس وتونس بإذن الله لباس جماعية ملت من الكورة نشوفه في العنف في التصريح النارية ونشوفه في الآيثمية لكن معناها هذه مايش الكورة اللي نعافوها كورة نحبوها مائة تسعين دقيقة فيها الهزيمة وفيها التعادل وفيها الانتصار ولذلك زيما نقبلوها كل شيء بروح رياضية إذا بنا ملأ أطراف لكلنا نساهمهم كيف رضيبش أنه نوقف البطولة ما نوقفوش بطولة نكملو أنه كل واحد يحاول حتى في الملعب بمتاعه وأنه نتيج على أرضية الميدان هي اللي نبعده على كل الأشياء الجانبية العديد يندي بضرورة التهدئة أو الالتزام بالمثيق الرياضي من أجل نهاية طيبة للموسم الرياضي الحالي فهل تكون حلقة التصريحات النارية هي الحلقة الأخيرة وتسجل روح المسؤولية والكورة نزيفة والمزيانة حضورها في بيقي مشوار البطولة هيا شرعيك سفتي والله شرعي معز بكل أمانة الحسة الأخرى روح تمريض روح تاعب لأنه اللي سمعته تاعب برشة سواء كان من سايشة فيق الجراية لهنا سواء كان من تدخل الأخير بتاعناي بالرئيس وأن حرب شوارع كان الانتباع سلبي وسلبي جدا ماذا بيا نبقى عند بعض التصريحات الإيجابية اللي سماعتهم الآن ماذا بيا سيد نايب الرئيس اللي قال أنا معناها كنت رايد وعتيتك التصريح وما نندمش معناها كنت انفضل لأنه يقول كنت متشنج وعتيت التصريح لأنه لو ذاك رايد وما يندمش حرب شوارع لكن مش رايد بشي عمل لنا حرب نووية معناها بشي تقول لي لونك الأمور ما هيشة حلوة برش في هذا الكل معز لانتباع الأخير وأنه أنا قلت في الأسبوع الفار كلها نفاق معناها لكلهم الروح الرياضية وبتباعة الحال والكرة تلعب فوق الميدان ولكن أعطيني يا أنا نربح ساعة وقتلي هو رابح تحية يذكروني في الانجليز الروح الرياضية وقتلي رابحين وقتلي رابح ماذا بيا الروح الرياضية والناس كل أحباب إحنا بذهبينا الروح الرياضية مهما كانت النتيجة ما على سف معز ما نشمشين في اثنية ديك ورد خالد فما دعوة لاتهت الآن ترابي أنه ما زلنا الآن بدنا نقرب لنهاية السباق ممكن هذه دعوة التهت ممكن تهت الآن في المطولة متاعنا في بلاي اوف أكيد هو تصعيد ما ولد كان التصعيد سكل اليوم ما نحنا نعيشه في مليون متاع الديمقراطية لنسكل عنده حرية التعبير وحرية بيش ترد الفاعل بيش ترجع على الكلام نتسمع التصعيد ما تلقى كان مقابل التصعيد بالعكس تلقى ناس عقلة ويحشم حتى بمبرش عباد يحشم انت تهدي هو يعني بشي ساعد يحشم رينا بوادر صحيحة بوادر باية جمعة هادي كنا نروا في مسؤولين تاع اتحاد بن جردان مسؤولين النجم رياضي الساحلي تحس اللي فهمة عقلانية بدت وحدة واضحة تدخل في الموضوع ممكن ياسر لو الناس الكل تحكم العقل وتسبق المصلحة الوطنية خطر كورت القدم كما قدت الأسبوع الفارت رأي تخلقت بيش العباد تشيخ بي مش شوالي سورس متاع مشاكل سورتو في السباق معاتش معاتش في برشا التنسيون بيش تطلع دونك ماذا بينا المسؤولين الرزان الكبار هما اللي يكونوا السبقين وهما اللي يعطيوا البوادر متاع الخطاب بل على أقل الهادي واللي يحسن مش شهاد واجه نجمو نكمل البطولة بسلام حسب رأيك نجمو نخل نكمل البطولة بسلام على شرط على شرط على شرط المسؤولين اللي هما يعني معناها شرط أساسي تصرفاتهم في المستقبل شرط أساسي بش نعرفوا نكمل البطولة على خير ولا لا لأنه في بعض الحين سمعنا بعض المسؤولين شعلوا النار بصراح شعلوا النار نحن حاجتنا من ناس تتكلم بش تهدي الأوضاع لأنه اسمه مسؤول إذي كان مسؤول ما يشعرش بالمسؤولية ما يتسميش مسؤول ماذا بينا اللي ما نجمش ما هوش قادر بش يهدي الأوضاع يسمط خير يسقط وثم كيفاش يقوله الصمت الانتخابي عنا نعمل صمت رياضي يا أخوة من هنا لأخ الموسم إذي كان مش تقول كلمة خير قولها كان مش تعرف راح مش تشعرناها مش يازم تكلم هذه حاجة الأولى حاجة الثانية اللي يستعملوا فيهم بعض المسؤولين وسمعتهم قدش من المرة ماذا بينا ما عايش نستعملوهم في الصحافة ما عايش حاب نسمع كلمة السوحلية والسفاقسية وما عايش مع الناس السوحلية والسفاقسية عنا السياسيس وعنا الاتوار فهمدي نتكلموا باسم الجمعيات ما ندخلوش الجهويات في بعضها ومبعد معنا المشكلة ما عايش تتحل راو إذا كان كبرت الحكاية فهمني وتوسعت الأمور راو تقول لي ما الأمور توصل معناها الأشياء لا يوحمد وعقباء وإحنا تقونس مايش ناقصة مشاكل مايش ناقصة يعني تشنجات وكل شي فهم نفذلكم من المسؤولين تعقلوا شوي مسؤولين أما مدربين زي اليوم مدربين معناها تبارك الله وخياننا صحيح يعيشوا في ضغط كبير برشا في تونس أكثر في العالم كامل في تونس يسو في يعمل ولا يخسر ماش في بلاد وسيار قا روح وسير رسلات معناها صحيح ضغط كبير برشا مدرب متاعه كيفاش يرياجي كسو مع المدرب المنافس ولا مع طاقم الحكام ولا هو بجوده مع الأمن كيفاش تحبه هو يرياجي بادو لا سورة ولا حتى أكثر يبرز رجوليته ولا بشيوري اللي هو من الضامن الحقيقة الوخيان المدربين ماذا بينا معناها يتحليوا بالروح الرياضية تحب ولا تكره عني أبليجي بش نمشيوا في الثنية ذي خاطر اليوم وصلنا منعرج خطير برشا وصلنا تصريحات نارية وصلنا لتهديد بالقتل وصلنا لتهديد بالحروب وصلنا معناها احنا ما في كورة نعطيك دوز اكزامبل معناها صار لي صار ما بين مدريد وما بين المنشن معناها ومنشن تسرقت في وضح النهار شي كتسرو فيك عنشلوت يخرج بعد الماتش قال لك لازم نقاو موفيولا نكمبول مرة جاية اخوية ماذا بينا تلقف اما كاميرا كلمة برق وفين موضوع خاطر اليوم صاروا شوية تجاوزات زيدان البرح اخسر مجبت حتى كلمة على الحمرة بتاع راموس ما قال حد شي قال راني كان اللوم اللوم اللاعبين متاعي كي ما حكينا على ايكاردي جمع لي فات كان ذكرش قال احنا صحيح الميل المركاتنا في 97 اما احنا نتلمو اذا بينا نوصلوا لدرجة من الوعي هذه نهار من نهارات يخرج مدرب كي يبدأ خاسف ما يرميش الكورة ديركتما كسوال الاربيتر ولا الانترينور ادفرس ياخو هو فامت المسئولية ويقول راني وما كناش في نهارنا وانا ما خدمت ناشو الظروف وما كناش عن الحظ سبحان الله هذه اللعبة رأى الكورة في اللخر رأى صحيح فما انجو كبير فما برسيون كبيرة اما ذا بينا نتعقله شوية ناصر والله انا بو فما حاجة نحب نقولها بش الناس تفهم ودي الجري نحب نقول اهلنا في بنقردان رأى ملك التوانس الكل ومنك الرياضين الكل معتال اليوم رأى نعرف صحيح ودي الجري من الجهة نعرف من من بنقردان رأى احنا لكنا سيحه هذي الخلط ميزمش كي واحد يقول على حاجة على ودي الجري يتحسوا اهالي بنقردان احنا اليوم رأى وكننا كل احترام السيوى دي الجري اليوم وانا انتقدوا فيه ولا نتكلموا فيه رئيس جامعة كرة القدم انه احنا من حقنا على الاقل شوية لعبنا برشة وضحينا برشة والبعض مننا عند سقوط كبير في سقيه وفي ذاره من حقه على الاقل ينقض ولا يعطي رأيه في اللعبة اللي هو يحبه واللي هو عاشه ولكن نحب نقول حاجة اخرى اللي هي مهمة فما مؤشرات ايجابية انه كتشوف جمائر نجم الساحلي موجودة في البريقردان بالكثيفة هذيك وبالحفوة هذيك سرى مؤشرات باية كتشوف النادي الافريقي البارح انه بالرغم انه فما خمسمائة محب موجود اكثر من الف وخمسمائة وكثر من هذا مؤشر ايجابي واجابي للغاية يعطي دلال ايجابية اللي احنا عنا مدة نستنعو فيه هاولي كنت تحكي فيه في اتحاد منقردان اجوالي سابقة تبارات اتحاد منقردان نجم الساحلي ونادي السفيقسي ونادي الافريقي في هذه الصور ثم نعود بعيد عالت جاذو بيت والخلافات والتصريحات النارية اللي ولت تتكرر في كل مباراة في البطولة شهدت مقابلة الجولة السيدسة من البلايوف اجواء ايجابية مباراة اتحاد الرياضي ببنقردان والنجم الرياضي ساحلي قامت فيها الهيئة المديرة للاتحاد ادخال جمهير النجم مجانا كما قاموا بتوفير المية كحركة للترحيب بيت العلاقة بين اتحاد الرياضي بنقردان والنجم الرياضي الساحلي علاقة كبيرة وعندها سنين وعلاقة احترام وعلاقة مواد متبادلة هذي مش جديد على ملعب بنقردان هم فرحوا بنا واحنا فرحنا بهم تبقى تسعين دقيقة عند حققتها كهو بقى تنظر على الكورة ونتائجها العلاقات البشرية والعلاقات الإنسانية هي اللي تقعد وهي المفروض تكون هي للتاغية وهي اللي تطلع في ربحة في اللحة اجواء ممثلة كانت في ملعب الطيب المهيلي وقبل انطلق مباراة النادي الرياضي سفيقسي والنادي الافريقي مباراة استعراضية القدماء اللاعبين مقابلة رمزية تم خلالها التكريم اللاعبين من أجيال سابقة اللي تقمسط ألوان الناديين وهي رسالة للعلاقات الممتازة بين لعبي الزوز في رق برشة حويج خارج عني طاقة الكورة هي اللي معتا تفسد الأجواء بين الفرق وذي اللي ما نحبهاش معتا المفروض الكورة تلعب في الملعب تتلعب في أجواء طيبة في علاقة معتا قايمة على ذوح رياضية كان من لعبية تاسفاقسي يقرأوا كلهم تزيل في تونس جي تراوه معنا ويراحوا معنا مع أسفاقسي ويراحوا معنا كانت قبل كل شي حلاقات وكانت روح رياضية وكانت السبور وثماشي الجهوية وثماشي جنوب وثماشي هذه هذه إن شاء الله المبادر هذه الأنوسي مختار دريب تعنا بها إن شاء الله نعملها مع الجمع النوادي ونحن بردنا تنسى قبل كل شي فرق رياضية دورها هو التقارب بكرة القدم والرياضة بصفة عامة هي تقارب مش تباعد إن شاء الله هذا معتها يتجسم في الأشهر القادمة وفي الموسم القادمة وقت نضاف الكرة وتصبح معتها ناس تلعب الكرة للكرة والله هي التسريحات أنا وكل ما لنش مهتم بها ما لنحبش كمال نحب التطبيق نحب اللعب ونحب على الميدا إلي نشوف فيه ونستوى ما لنكلك الكل مشاهد إيجابية ومزيانة برشة ولينا قليل ونراها في بطولتنا مع أمل إنه تتكرر في كل جولة إلى نهاية الموسم تعاونت لذي المبادرات فتحي؟ طبعاً طبعاً ولا تدخل في إطار النفاق العام اللي كنت أحكي لك لا لا والنفاق هذا موجود وما عندك حتى مشكلة معناها معها والجولة هذه سمحني إذا كان فيها روح رياضية شوف النتائج متاحها تتفهم عليش روح رياضية معناها لأنه النتائج متاحها كانت تقريباً عادية معناها تعادل بين نادي السفقسي والنادي الإفريقي النجم انتصر في بنجردان فهم شوية غضب من جماهير بنجردان على الحكم ولكن مو شكل المقابلة المصيرية والترجي رباح المتلوي يتلذب شي رد بالك مؤز ما تغرناش ماذا بينا تتكرر ولكن سمحني انبعد في المقابلة اللي انبعد شوف شيخها في المقابلة اللي انبعد ما ندخلوش في كلها نمر وزادة من نظرة التشاؤمية اللي كذلك النظرة تفاعلية اللي نجينها الكارثة لا نقعد الاحتياط واجب الاحتياط واجب المقابلات الكبيرة واللي فيها ريهان جاية كان يحكي لكم الدكتور ويحكي لكم الناصر بارسلون وبايرن وجيفونتز وريهانات كبيرة وما صار حتى شي نحب ملاحظة معز باهم وقابلات رفع الستارة وهكا اللي فيتراهم معنايراهم واخسارة قبل لانا نتذكر كنا نفرجوا في زمات شويت كنا نشويت تفرجوا أنا مخلطش على ثلاثة خلطت على ثلاثة في ملعب الشاد اللحديش متع السلاح كانت روازاس والرلوي والسيسيس يلعبوا مع بعضهم تبدأ واحدة الحديش وواحدة من الساعة وواحدة ماضي تلاتة أنا حضرت على ملعب الشاد وانا رمع سردبال ما تشويه تبدأ الحديش كنت رمع سردبال فانا جمعين فانا جمعين فانا جمعين فانا جمعين معي نجيب غميض محمد علي موسى والعياري بما يتريب لك مع الجمعين الحديش لو اسمه قربين وشمينو وذورلي ومبعد ماضي ساعتين السي و تي والمرسة ومبعد الديربي معناها تفرشي هذو من ثلاثة فيهم ديربي دينار ولا بسبعة مئة وخمسين يا فرحة تنسي وقتها تنسي وقتها انتي مخلطت عليهم هذا اني خلطت رازوس بارك لحكي ولله يفهم كلمة خالت في الفيديير نتذكرها حتى انا كي بديت نلعب ولله يفهم برشة جمعية تقبل كانوا الملعبية يبتقاه يخدم في شيرا ولا يقرأ في شيرا وماني جمش يترينها تتبنئة الجمعية ذيكي يترينها لحط نهار الخميس ونار جمعة يمشي التحق بالفريق امتهاو ونهار لحد تلقات الملعب برشة مرات يلعب ضده في الاماتوريزم لا ذاك في الاماتوريزم في الاماتوريزم في الهماية او احتلاف لقد انا نذكر عثمان جنيح كان يقرأ في الفاك دي لاتر يترانا في السي و تي و في وقت ما يظل يترانا مع التارجي ونهار لحد يلعب ضدهم عقلية اخرى واجواء اخرى نحب نقول خالد كانوا يمكن أن كنا اماتور وصرت مامو لكن في العقلية انت او بروفزيوني وفي مخنا اماتور الاماتوريزم في تومس كذبا كبير وهذا اللي مخلي المشاكل المشاكل موجودة في الكورة التوسية اللي نحكيه على احتراف ومعناش احتراف ريال موا ما فهماش احتراف هو خطر الاحتراف شنوه عقلية لازم تكون عندك عقلية متاع محترف سواء مسئول سواء ملاعبة حتى جمهور طوكم مزات الجمهور العباد متخبلش الاخسارة ومتعالش معلها النور ومتعالش معانا جامعيتي ملعبات شملية حتناش تخسر اللعبت وخزرت هذا الكل على توش يا معز تشوف الدوخ المشهد الخائب المشهد وقت عوين الامني بديو محاصرين الاربيتر في الاخر والبارح شدين لكل وحدة تخوف عرفهم في كل مظاهرات وحدات مكافحة الشغب جيس المشهد رديك الجن اللي يتعدى في تلفزة ميصر ساعات الحكام يعدي ببارتي نرمال والعباد تسلم عليها راب ولكن الامن يدخل وكالصورة المكزز قبل كانوا ماتر كانوا يدخلوا بصيرفات مونات يعني على الاقل الناس يتفرج فينا البرة يعني مش معقول مش به يعني الصورة متع تونس وكل شيء وله من خيل الحيتفرج فينا حد لين يشوفوا هنا تفرجوا فيها البرة لا لا يتفرجوا بنا لين يتفرجوا بنا هات يتفرجوا فينا مثلا مواطن الكويتي قاعد تاو على روحه وانا يتفرج فاما 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 ناس مغرومة بالبطولة متاعنا فاما رووا تزيرين يشوفونا المغربة شوفونا في الخليج برشة تجارة قليلة الكيس مياخذ برشة مقابلت في الخليج ينتظر كل يتفرجوا في البطولة لا و انا دونك يتعدي قليلة الكيس قولهم يدخلوا بكوستيوم وكرافات قبل حتى طلب بصبابتهم سمحني قبل انا نذكر في الاستاد في المنزة وغيره يعني حتى المدربين ما يقصوش القزان يستحفظوا على القزان نذكرك الانترنور بل كان عنا بلاوت بلاوت كان يدور ما يشوقش بالكل الملعب بتاع المنزة يدور ولكل كما في السالة ما عندكش حق تدخل بصباتك نضبت احنا طوي الناس كل تدخل حاجة اخرى اللي شفناها حاجة شيء يعمل كيف بيه ويعاون ويساعد لكن الصحيح الصحيح ويصير الماتشوات الصحاح ويصيروا اللي دير الدربي ويصيروا الكلاسيكو الصحاح وتبدأ ثم تشنج وكل شيء بوقتها نحب نشوف القلوب صافية ونحب الناس يعني نشوف الروح الرياضية معناها يدايا باهي شيء عاون اما الفعل كل بلاد الوحيدة متبادلوش في المراور كيفة الماتش بادل البونية بعد الماتش حاجة واحدة على قد نحكيوها الحاجات الباهية وما باش نلقاوه الامل باش نجمو نحنا نجيو للبلاتو وباش الناس داخرين تجم تخدم لازمنا نحاول ونعطيوه الامل حتى في الحاجات اللي نشوفوها بايا هاي بناول البنفس جاي شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله معناها لاخر العساء لما تقول لي شهر عشقك للون البنفس جاي ظهر لي معناها شوفنا من بالي نيسياتيف لحقيقة ما بين النادي الافريقي والنادي السفيقسي ان شاء الله تتعمى من جميع جميع الفرق والضاغين اقول واحنا شوية اللي موجودة حاليا مبين اه معنايا النجم الساحلي والنادي السفيقسي مامسين ناس كل كل واحد من شيرت يقول ما فاما شيء ما فاما شيء وخيين وبعد كنجيو سور له تيران نقاوه ثلاثة مسؤولين بارك باش يدخلوا المعاملة بالمثل وبخيبها الكلمة ذيها يخوي بشي جيان سرتم ومو لازم واحد يتنازل سبحان الله معناها يقول به مثالش راو ميك مش مش تطيح من روحك ولا ميكش سمعت كلمة بش تظهر جيبان قدام جماهيرك كي بشتق باللعبين الاخرين هارانا كلنا توانسة في اللافاة اليوم ما تربح الاتوال غدو تربح سي اساس بعد غدو تربح الاسبرانس سبحان الله معناها راو حسب التقريب بالشامبيونات او في الفاز قليل كاملة ما فاماش ديزيررر غروسيير تعاربيتراج كي هون كونديسيوني دايور احنا قبل ما تبدأ البلايوف في مثل هذه البلاسة حكينا على نفس الترتيب دونك ما فاماش معنا نعرفوا قوال في رق شنو ما كل واحد شنو امكانياته وين ينجم يوصل صحيح صار الضايقة مالية المتلوي بن جردين ما خلوهمش يعطيوا احسن ما عندهم وما خلوهمش يلعبوا على احسن وجه معناها الرول اللي كان باش يتعطالهم نيبوما انتونك اوتسايدر وطروب لفات وقول واحنا متع الشامبيونات اما الاربعة كيبار موجودين فهم ان شاء الله نيبو ان شاء الله نهار اثنين الجاي نكونوا في نفس الاوبتميزم وكل نقول حاجة واحدة والله اللي يعمل الباسالاكسيران لولاني المسؤول لولاني اللي بش يعمل اللاكت هذية ويكيبروا بيه بش يكبر في عينين توانسة كل وفما حاجة اللي نقولها انا نجم نقولها معز على خطر الناس شدني في الشارع والله برشة كورجية واللي نعرفهم وناس تحب الكورة معاش مغرومة بالكورة بالشي اللي يشوفوا فيه في الكورة متعنا نعم معاك قصك الغرامت على قبل رابطات المشاجعين بتاع الجمعيات العالمية ولا اكثر من يحبوا اكثر يعني تلقى رابط المشاجعين ببرسا ريال مادريد باييرن تشيلسي ومعاش تابعوا الكورة ببرسا عبيد ما عاش تابعوا الكورة متعتون سراو خطر يخلق من المشي يقلق من المشي كل دجال يماش ميش به يقول لك ان عاش قلق دلو حي نحب الكورة وشمور الزايف مانا جمش يدخل يقول لك ان الحب الكورة احب نتفرع همشي خطونا نتبع جمعية من البرة ونمرتيح اخويا معز بربي عليش اقل من ثمونتاشر سنين قبل نتذكر واني صغير نمشي مع بابا ربي يرحمه يزنيني وخويا عمرنا اثناشر عام نتمتعه عليه 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 وليه يتصغير عمره عاشر سنين مغروم بجمعيته تحب يمشي يشوف يتفرش فيهم في التلفزة واستادة دوبا والله يعيب لحقيق لانك صدق الجمهور اللي موجود صراحة معتاوش الفرصة للمسؤولين بشي بدلوه القرار ومحاجوخ رأسر تماما بالستاتيستيك القاول اللي يعملو الشغب موينداج صغار اما كيس غيارة والله واحد من الناس معز نبدأ نتجفجف ونبدأ حشيك حشيك بش نهز ولدي معايا مريرة يتفرش مريرة مريرتين عيد يخديوك توا مليو وليت تتعدى في التلفزة ليه مليو تتعدى في التلفزة ما عاش نبتين استعادة هاي نبدأ من جولتنا الثلاثة مباراية للبلايوف النادي سفيقسي والنادي الافريقي كوتي سياسيس التغيير هذا وبعده نحكي عن النادي الافريقي النادي سفيقسي ميساومش على أرضية ميدانو في مرحلة البلايوف أربع نقاط في زوز مباريات واستضافته للنادي الافريقي من أجل التأكيد وتحقيق نتيجة إيجابية تخليه يرجع في سباق البوتو السياسيس يبدأ بنفس هجومي رأسي أولى من الحناشي سهلة عن فاروق بن وصفة ثم الفرصة الأخطر رأسية من علاء المرزوقي مختار بالخيطر على الخطر النهائي يمنع الهدف الأول بعدها الفرص النادي سفيقسي يقبل اللعب ويفسح المجال للنادي الافريقي باش يتقدم له الهجوم وضعية شكل تختار في أكثر من مناسبة لو لا جاهزية رامي جريد امتياز جريدي يرد عليه فاروق بن وصفة بتصدي ممتاز بعد كورة قوية من سليم المحجبي السياسيس كان قريب من الهدف الثاني ملعبية النادي سفيقسي يفقده معركة وسط الميدان ووضعية خلات الضغط يكثر على الدفاع الأخطاء تزيد وعسامة خلي لاعب النادي الافريقي بمجهود فاردي يراوغ أكثر من لاعب يتحصل على ضرب الجزاء رامي جريدي كالعادة في ثوب المنقف يتصدى لكورة إبراهيم الشنيح امتياز الحارس حرك ملعبية السياسيس مع أول فرصة حمز المثلوثي يستغل للاضطراب في محور دفاع النادي الافريقي ويفتتح النتيجة بتزديدة قوية بشلف التصدي لها فاروق بن وصفة في دقيقة ربعية أسباقية ساهم فيها بشكل كبير الحارس رامي جريدي اللي كان في نهاره الشوت الثاني دخل النادي سفيق سيدون تركيز منذ البداية خطأ في التمركز يكلف الفريق هدف التعادل من أقدام الشنيحي بعد إمداد من بلخيطة هدف زاد في الضغط على دفاع السياسيس الأخطاء تكثر ورامي جريدي وصل تصدياته الحاسم فرص النادي الافريقي وخاصة محاولة صابر خليفة بعد المطالبة بتسلل يوجهها غضب كبير من جماهير السياسيس على قرارات الحاكم والمبارات تتوقف أكثر من مناسبة بعد رمي المقذوفين موسيقى كريم دالهوم يخير قهام أسامة العمدوني مكان فالو والحباسي مكان المرزوح اللعب ينحصر في وسط الميدان والنادي سفيق سيحاول بشطة التورق تصويبت أسامة العمدوني جانبية لي مرمى بن وصفة محاولة تفعلها المبارات بتعادل ثاني على التويل للنادي سفيق سيحاول أرضية ميدانو يرجع فيه الامتياز للحارس رمي جريد وفرصة ضيء على السياسيس للانتحاق بكوكبة الطالية موسيقى موسيقى كانوا كاتستروفيق قبلنا فيهم هدف ما نزمنش نقبلوا هدف كما ناكا موسيقى 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 عملنا اليوم ماتش باي لغالب ريزولتها ما تبعتش لغالب ناخد معلالروحنا مزيل وقود دائمنا ماتش باي تصعاب زيدا إن شاء الله قد ربي نحضره وإن شاء الله جاي خيرا موسيقى 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 الموسيقى لغالب ناصر هل خرج النادي ريزيس يقصي من السباق الآن بعد تعدل برها ثمانية بونتو نوعا ما بعد برشا بصراحة ما تتجمش اليوم بفريق كاما الترجي كاما النجم الساحلي كاما الندي فريقي أقال شوية والتي عان اربع نقاط بينه وبين الترجي ثلاثة نقاط بينه وبين نجم الساحلي نوعا ما نقصد حظوظه معتها كانت حسب اعتقادي مباراة النادي افريقي هي الاخر فرصة بالنسبة النادي سفيقسي فيقعد في كوكبتة الطليعة انا حسب اعتقادي النادي سفيقسي احنا قلنا معتها الانتصارات اللي باش تصير في المتلوي في بنقردان باش يكونوا هامين للفرق اللي تحب تلعب على البطولة معتها تشوف النادي سفيقسي خسر جاب صفر نقطة من متلوي جاب نقطة من بنقردان هذوم الفرق اللي تلعب على البطولة اخذت ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط واخذت ستة نقاط كل فريق هذا اللي توفى فارق فما فارق اليوم ثمانية نقاط يدل في الزوز مباراة هذوم اللي النادي سفيقسي ما نجمشي يتصر فيهم وفما فرق متاع الزوز نقاط اللي ما نجمشي يتصر على الترجي وما نجمشي يتصر على النادي الفريقي هذا من كل اللي حوصل إنه النادي سفيقسي معتها من ناحية النتائج مش قاعدة تتبع حتى كيتشوف تشوف معناتها النادي سفيقسي معتها عنده انتصار واحد عامل ثلاثة عدودات معتها مركيز ستة بونتو قابل ثمانية بونتو هذا من الكلهم معتها عوامل تبين انه النادي سفيقسي صحيح من ناحية الكروية من ناحية الامكانيات الفردية موجودة لكن من ناحية الرياضية النادي سفيقسي موهوش قاعد يقدم في الاداء المطلوب باش ينجم يكون متران حقيقي على البطول موهوش قاعد ينقص النادي سفيقسي مقارنة ان بترجي والنجم الرياضي الساحلي مثلا شو ينقص النادي سفيقسي اذا يرهو في كاس فريق يارينا المردود متاع وارينا النتيج متاع واليجابية قال يحذر فريق المستقبل منصف خميخ ما انت قلت لا يحذر في فريق الحذر شحيح فريق الحذر شو ينقص النادي سفيقسي الساعة الاستمرارية برشا ملاعبية تخرج وتدخل ثم ينقصوا شوية وقت لانو نحط قدامه كان النادي راضي سفيقسي شوية وقت علاش فهم ملاعب كيمة هاني عمامو ملاعب كيمة وسامة العمدوني ملاعب استثنائي وسامة العمدوني بنسبة ليانا فرجاني ساسي ثاني معناها ولاية صغير برقلة عليه امكانيات ملاعب كيمة حسام الحباسي معناها هذا من ثلاثة ملاعبية معزن اكدلك من ثلاثة معناها ملاعبية اللي يغدوا ينجموا يكونوا عندهم عندهم تاريخ في النادي سفيقسي ثم النادي سفيقسي عنده في نفس الوقت عندك رامي جريدي وعندك يسين مرياح وعندك الحناشي اكس تقريبا معناها يبين دور سهل متعاكيب ثلاثة ملاعبية ما شاء الله ثم عنده نادي سفيقسي اللي ما عنده حتى في الريق تونسي عنده واحد سنة جانب يلعبوا معه ثلاثة جانب ما شاء الله ما شاء الله صغيرات ساعة امكانيات رايعة دونك النادي سفيقسي اللي ينقصوا هو شوية وقت شوية وقت بش المايونيز تشد بعضها اللي مقلقني انا شوية وانه في مرحلة تكليب الدود نادي سفيقسي كان ينتصر وكان انا وربما ما خممش من المرحلة الثانية ما هبتش برش ملاعبية يلعبوا اكتر بش المايونيز تشد على بكري شوية لانه ناصر النادي سفيقسي الخمسة المقابلية الآخرة على خمستاشن نقطة جابها ربع نقاط اخسر رحداش النقطة كاملة ولكن النادي سفيقسي انا متأكد وانه فريق الحاضر هذا لا جدالة فيه زادة اه شوية شوية خدمة من من الملاعبية هذم اكتر تكامل بالنسبة لي انا في فرجة كفرجة النادي سفيقسي في الفرق اللي رأى فيه يوم توا النادي سفيقسي يفرج ربما ايضا لانه نقص الضغط على الفريق ويعرف الحمد لله وانه رأوا فما حاجات ساعات احنا انقدنا رئيس النادي سفيقسي في برشة كلاهم قالوا وانقدناه بشدة كبيرة ولكن فما لغة ما سمعتاش عند الرؤساء الاخرين لغته قال انه نحضر في فريق المستقبل لغته انه متوجه الجماهير وقالوا مانيشنا لابع الشمبناء شكونوا من الرؤساء الاخرين يقال مانيشنا لابع الشمبناء يعرف الامكانيات بقى الكوب الكاف حكاية اخرى معايز هذيك قصة 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 ديما تعبوتونا مسغرة كل 15 نيوم مقابلة في هذه النادي سفيقسي ينجم يكون البداية council of fak engageshe met 我但从锂alla tylsaj meng陷 manager انو نadi سفيقسي الحاجة اللي صارت في السنوات الاخرة معاعها بصراحة انا قولك النادي سيقسي المجموعة اللي كانت عنده في بداية الموسم مجموعة طيبة طيبة للغاية معا 찾 ambos حسب اعتقادي انا كانت تجم تمشي خير منك معتا اصاروا برشة مشاكل اور فوتبول معتا مثل 그� tw dell جمعية او الهيئة انا حسب اعتقادي مركزتش برشة على ال ال.. حسب اعتقادي ان الفريق يجيب مدرب ومعندوش الهتوريزاسيون بشي نجم يقعد معندوش شهيد الكافية معندوش الكيفالان معندوش هادم كلهم بوادر تأكد انك اليوم يا فتحيك تحب تعمل مجموعة ويكونوا لعبين عندك مهارين انا مثلا كما تحكي انت يا الحباسي ملاحبي كما الحباسي عنده امكانيات كبيرة برشة لكن الملاعبة ذا يزمو يتهذب معتا صحيح التكنيك موالي تريفلا لكن يعمل في كل شيء في الكورة بعد ساعات تحسوا في محاجات زيدة الشواء يعملوا غالطة في الكورة الباس مهمة الدريبل مهمة يزمو تعرف وقت دريبل هذا الكل يزمو يكون عندك مدرب كوفو باش يسقل مواهب هذوما باش ينجمو يتحسن ادا الفريق انا حس بادي قادي نادي سفيقسي من اكتر فرق سور البلان بيجيتير معتها في سنين الاخرانين وترجع للتاريخ النادي سفيقسي موشان بش نحكي عليه تاريخ النادي سفيقسي زور البلان بيجيتير برابور الاتوال والاسبرانس والكلوب اقل واحد فيه لكن ديما كان موجود ما بالول ديما النادي سفيقسي حي كراويا ديما موجود على البوديوم وهذا مهم برشة انك اليوم الدخل اللاعبين شوبان وتقعد زادة مراهن حقيق على البطولة وهذا مهم برشة فتحي في كورة القدم وهذا اللي صار في السنوات الاخرى وانتهج اللي قلت عليها معتا كانت خدنا شونا نحكي ينسيك خالد انا جزت ملاحظة برك خبل ما تبدأ البلايوف قلنا الاتحاد بنغردان ونجم المتلوي زوز الفرق هذوما راب شكورنا معا شكورنا مدور كبير في تحديد البطل كيفاش اليوم ترجع رياضي تونسي لول نجم رياضي سيح للثاني زوز ربحه في بنغردان وفي المتلوي نادي سفيقسي اخسار في المتلوي تعاد في بنغردان ديجا دوما سنك بوان في تونسي لولا مزيت ملعبتش مزيت ملعبتش بنغردان ديجا ما ربحت المتلوي على الاكسترير لتوار ربحت المتلوي الاكسترير لالسي اساس خسرت وتعادلت دوما ديجا خمسة نقاط برابور للفرق اللي قدام على خاطر اللي كونفرنتاسيون ديريكت مبني الفرق الكبار متا ناجم مش تحكم مش تربحا ناجم رياضي سيح اللي في سفيقسي تعادلت مع التارجي تعادلت مع نادي الفريق دوك اش كون بش يحسم مش كون لانهم لبوان بونيوس بش كون من المتلوي وبنغردان قلنا الفرق هذو مراو على الميدان بتاع بش كون صعي بياسر نك تربح اللي بش يربح بش كون عندو ديبوان بونيوس هذا اللي عملوا تارجي لحد الان ونجم رياضي سيح اواضح خننا نحكيو عن نادر الاساسيس مازلنا في النادر الاساسيس يعني اظن وانه من ناحية الارقام اضعف خط دفاع خط سي اساس يعني قابل ثمانية اهداف في ستة مباريات برابور للنوادي الاخرى يعني خلاف بنغردان اه؟ خلاف بنغردان اللي قابلة اكثر لا لا نحكي على الاربع الاربع الكبار يعني السي اساس يعني عندها ستة اهداف نسجلتها وثمانية قابلتها يعني اه اذا كانت تحب تلعب على البطولة يزن نكون عندك خط مش خط دفاع يزن نكون عندك منظومة دفاعية اخوية مستحيل تلقى فريق يلعب على البطولة ودفاعين ضعيف ولا الارقام تيها وضعيفة مستحيل دور البطولات العالم اجمع مستحيل يعني يدير الحاجة لولا حاجة ثانية يعني كنشوفوا خط الهجوم توا بتاع السي اس اس ممتاز يعني كنشوف اندوي تشوف مرزوقي عناشي وسط ميدان ممتاز في نيانغ وفي سكري والعواذي نوراهم يعني عندهم امكانيات هجومية كبيرة الفريق لكن قاوم مسجل ستة اهداف في ستة مباريات يعني معدل متوسط على الاخر يعني ثلاثة في مباراة لتوال معناه مسجل ثلاثة في خمسة متوسط ربعوها ثلاثة اثنين وقتها يعني يعني تم حاجة مش ماشية في النادي السفاقسي من ناحية التكتيكية دفاعين ما هو قاعد يقبل في الهدافه وهجوميا موش بالفاعلية الكبيرة هنا المدرب يزمو يلقى هو الحلول يعني بالنسبة للفريق متاعهم مشكلة مشكلة من مدرب حسب رايك فما مشكلة انت مدرب سيدا انا اكيجي عنده مدرب قاعد وواقف ويقعد على البانك ومعناه مشكلة نحسوا اللي كونه اللاعبين نادر دي سفاقسي والله ومن ضبطين اكثر والله ويسمعوا لي كونه في زوز مباراة الاخرانين اللي هما دي شوك معناه اللي لعبتهم في سفاقس مع الكلوب ومع الاسبرانس حسينه يصن بلوز امبليكي ويسمعوا وراهم برشة مرات يرجعوا لليني متعتوش ياخدوا لي كونسيني ويوصلوا لصحابهم تبعتهم برشة موش بانك اليوم معناها نادر دي سفاقسي تحب ولا تكره متنجمش كما كان يحكي ناصر طعم بخمسة لاعبين صغار فرد وقت نجمش الطعم بلاعبين ما عندهم مش خبرة جملة مع بعضهم يهبتوا كل ما بعضهم رأوا نعطيك اكزامبل احنا نتعضوا ديما البطولات الكبار رأوا في البطولات الكبار اقل من ديزنوب وينطان يهبتوا بالواحد بالواحد عمرك ما تلقى تلاثة اربعة مع بعضهم شمعية برك بوتاتر اتالنطا في ايطاليا تحبطهم الكل سبعة ثمانية مرة تلعب على سقوط مرة تلعب على الاوروباليك اما هذي سفاقسي بابا سوبر متر ما فهم مش بنك البنك فهم ثلاثة لاعبين فلابل اللي احنا نعرفوه من الناس كل اليوم هاني عمامو والحباسي والعمدون دونك نادي سفاقسي دور في اربعتاش في خمستاش اللاعب لشواء سنتري الميتال الاطار الفني اليوم كيفاش نجم انتي اطار كما كان يحكي الميتر باسترس كبير في الفاز قلي ورين اللاعبين ابليجي باش يلعب وخطر سلمين كلي يجوه الماتشوات هذو مع الماتشوات بالدود انبعد وقت لي جد جد ولا هو ماتشوات صعب نادي سفاقسي اربعة ماتشات في اربعتاش من يوم ما ننسيوش وقت اللي نادي سفاقسي العب قلي روتور كاف وديبلاسمون في الافريق نوار ورجع وعب بعد ثلاثة يام في بن جردين ديبلاسمون زيد صعيب ونعرفو المشاكل اللي صارت ورجع عم بعد لعب ماتش كلاسيكو من الجموش والي ذا نقصة الفريشير معز البرح سوكاري سوكاري والحناشي اللي مستنسين هما يزيدوا عدديا هما يعطيوا لديكالاج هما ياخذوا الكورة في الانترفال وهما يزيدوا القدام وهما يخليوا أصحابهم يطلعوا في ظهرهم ما كانواش موجودين كل ماتش هذين ما تلعبش قبل الاربعة ماتشوات الاربعتاشن يوم راهوا العواضي وسوكاري ونيونغ والحناشي الوريه دوميني الوصف سمحني اخر كليمة نتاع الكلب افريكا وليو دسا الراود خلي يخوكورة من 60 متر ويشوق سلالوم واحده تقول مارسلو كونتر المنشن ويجيب وهم مونش موجودين يبا دو فريشير حاجة أخرى نادي راسفق سيفي مخو يلعب اليوما التيتر متاع هو الكاف سيتون سيا ماتش ايليميناسيون توا دخلوا في البول صحيح دوك مي الشامبيونات كما قال سيد رئيس اللي هما يحضروا في جمعية فما حاجة اخرى فما حاجة اخرى مؤهدين سمحني ناس اختيار غالط اذا كان هذا الهدف تاعهم لانو يزم تلعب على الاقل على شامبيونز ليك تخدش ديما تلعب على الكاف مش مش يترشحوا الكاف على الكاف اللي هم موجودين فيها لا يحكي على الكاف اليوم هم موجودين فيها اي 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 انا حسب اعتقادي فما ديكلاراسيون زيدا قالها رئيس النادي واذا حقه معتا سويتين استراتيجي ينجم يقولها هو حر معتا بالتباعه مدام عنده مقاليد الفريق اه كي رئيس نادي يقول انا الوبجيكتيف متاعي باش نشبب الفريق معتا تجم تنقص لزومبسيون متاع الملاعبية ماتا ما متجمش تتخلي الملاعبية مع التنس هو قال حذر للمستقبل هو قال حذر للمستقبل حتى الملاعبية ينقص عليه الضغط متاع المباراة يقول لك انا بنسبة اليانه ماتيش ريسولتان نحضر العمجي باي نمشي ونرجعو النادي سفيق سنويت الفريقية لكن مرادة يكوت نادي الفريقية ونرجعو نحكيو اكثر على النادي الفريقية رغم حفاوت الاستقبال قبل مباراة الكلاسيكو اللي نزل فيها النادي الفريقي ضيف على ملعب طيب المهيري اللي أنه هيئة فريق ببشدي استنكرت عدم دخول البعض من جماهيرها للميدان رغم امتلاكم لبطاقات الدخول نحن انتظرنا الاستقبال خير من هاك شوهنا فما جماهير باستنكرها قاعدة تستنى من وراع الحاجز لما التدخل نحن الذهل يدخلنا أكثر تقريبا 2000 أو 1500 وعطيناهم كاتلوج ماذا بنا نكونوا شوية سوبل معناها في المعاملة وأنه الناس اللي جات تدخل الميسالش فأنه الأمور عمنية مضبوطة النادي الفريقي في تنقله الثالث خارج ميدانه كان مطالب بالفوز للبقاء ذون دائرة المراهن على اللقب شهاب الليل يدخل المباراة بالتشكيلة المثالية مع تغيير وحيد يتمثل في دخول عصامة خيلي وسط الميدان صحبة غازي العيد بعد مقبل اللعب في الدقيق الأولى من المباراة النادي الفريقي تقدم للهجو إبراهيم أشنيحي رغم موقعه المناسب كورتو مشكلتش اختار على مرمى السياسيس بدوره سابر خليفة ما يستغلش خطأ من الحارس رامي جريدي كورتو دون نتيجة الافريقي نوع في اللعب مخالفة مباشرة من غازي العيد رامي جريدي على مرتيني بعد دختار السياه يأخذ بزمام الأمور كورة تتقسم من عصامة خيلي بمجهود فردي من وسط الميدان يجاوز دفاع النادي سفيقسي والحارس يتحصل على ضربة جزائر إبراهيم أشنيحي في التنفيذ رامي جريدي بمتياز يحفظ على نظاف تشيبيكو فرصة ضياء على هجوم الافريقي اللي ضيع يقبل قاعدة تتأكد بعد فشل ضربة الجزائر صعوبة في إخراج الكورة من دفاع السياه حمز المثلوثي سدد بساقه اليسر ويفتتح النتيجة للندي سفيقسي بعد الهدف النادي الافريقي يتحرك من أجل التعديل مخالفة من غاز العيدي كورة روزيكين رأسية تستضم بالعارضة وفرصة أخرى تضيع على مهاجم السياه في الفترة الثانية النادي الافريقي يبدأ بقوة كورة مدى الراجل بالخيثر بدوره يوزع لبراهيم الشنيحي المرة هادي الجزائري مضيعش يعادل للنتيجة واحد واحد في عشر دقائق لعب وسيناريو جديد في المباراة جمهور السياه الحاضر بكثرة في المدارج يتفعل معرادة فعل قوية للملعبية بعد راحة ما بين الشوتاي بعد الهدف النادي الافريقي وصل سيطرته كورة من سابر خليفة تتجاوز الدراج يتوصل الروزيكي مهاجم السياه يضيع بصفة غريبة الامتياز ليرامي جريد مرة أخرى حارس النادي سفيقسي حاسم قدام انفراد سابر خليفة اهدار الفرص في الافريقي يتواصل شهاب الليل يقوم بثلاثة تغييرات يحيى مكان الدراجي والحددي مكان روزيكي والعبدي عاوذة شنية الدقائق الأخيرة ما شفناش فيها فرص واضح اللعب ينحصر في وسط الميدان والنادي الافريقي عرف كيفاش يجاري النسق ويخرج بأول نقطة في مرحلة البلاي اوف من خارج ميدان وفي مباراة كان بالإمكان انه تكون نتيجتها أفضل لو لا الفرص الضائعة بالجمع نقطة متساعدناش خاصة انو المنافسين متاعنا انتصروا يزوز فما بالك واحنا مضايعين معنا فرص كمان هكا فمتاع عنا ملوموا على النابيب صراحة انا نحكي يمكن احسى مباراة لعبنا هسنا خاصة نتكتيكين فورما كبيرة الغازي العيدي وعيسامة خيلي بريمون عدي وطرح كبير بارش يمكن هم اللي عملوا توازن لليكيب دونك نقطة صحيح ما تفرحناش اما زادة تخلينا في الكوسة تخلينا حيين بلا منوعة والله ما منوعة صحيح فاروخ فاروخ صعب صعب غاز غاز سامير سامير فعليش نفهميش تصريحات جيس على كيكا جيس على ريزولتا وخرجوا هم أوكا هم قالوا عنا تعليمات من يدارة منحكي لا 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 هم جيسوا مع ريزولتا وخرجوا وكاها وما طمحت شي اخر فاتح شوك تضحك ليه خطر كان قال فاما تعليمات خير علي شو معنى على ريزولتا كيفاش فاما متغشين على ريزولتا ليه سمحني في العالم الكل يبدأ خسر حتى عشرة بليش يخرج يحترامل على ليه ما يحتدك نارش انا تفرجنا زيدان احنا فاما ناس الهنية مرقدتش البارح في الليل على خاطر الريال ولانتر نقول توافاقين وفاما ولانتر نيارياتي دونك جو بريفير يقول فاما تعليمات من يدارة ليه اسباب تهم شأن الداخلية بتاع نادي اللي وماذا بيهم يسمعوا ويتبعوا في فريقهم حتى الاسفيقس ما شاء الله ومكاوش تسكر ومدخلوش خمساليف طلعوا خمساليف غير عادي معناها وقت اللي تعطي ديكلاراسيون رغم هيش الوسيل تعليم للتاسهل العاشرة للنحداش تعطي ديكلاراسيون للجماهير امتاها كنت والله في مصول موريس يتكون معاوز التجم تفهم شوية تقول انت جمعيا في ازمة والرئيس معدها الاضراب باش 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 تجم تشعلش الفتنة يمكن تجم تفهمها اما بعد مبارد كينا هكا ما معنا جاوزها نادي تعاني نحكي وعالكورة الان نادي الافريقي مزال مراهن على البطولة بعد نخسر زوز نقاط هذا بتبعها مزال مراهن كان ينجم يكون مزال مراهن جدي جدا على البطولة بطناش النقطة توا مراهن فقط جدي جدا نهار لحد ستة متعلى عشية سبعة متعلى عشية نجم يقوله نهار لحد نادي الافريقي حد تروحه في وضعية يقوله بالفرنسوية ديما انتبع الدكتور هو ازني لتالنطا وننزل مارسيليا مارسيليا يقوله سباس وساكاس علم يقوله كان في مارسيليا هذي سباس وساكاس لا معناها ممكن تعرف مارسيليا الكاس برشا معروف جمهور الفيليدرام معروف لا لا لانه النادي الافريقي مناجم اليوم كان نفسه اللي ما خليش روحه مراهن جدي معناها كان النادي الافريقي يكون 12 نقطة لانه باو ماشي نحكي فنيا ولكن انا اشوف ملاعبي ساعة ملاحظات ملاعبي كما عيسام الدخيل انا ابهراني اه يعرفوه الولاد ربما اكثر مني انا ابهراني ثم انا اتفاجأ النادي الافريقي عمل شوط ثاني من تراز عالي النادي الشخصي شوط ثاني كما كان يحكي الدكتور رحل المكوكية للنادي الشخصي الشوط الثاني النادي الشخصي انهاره بدنيا عادي جدا طبيعي لكن هنا سؤالي للمدربة متاع النادي الافريقي اه اللي هو كان متاع النادي الشخصي وربما الغلطة الكبيرة متاع رئيس النادي الشخصي جديد انا هنا مدرب يعرف الدنيا بكل عالنادي الشخصي وكان يمشي معه البعيد وبدأ معه البطولة وربحه ظل ثلاثة مقابلات لوله وزوز انتصارات شهاب اللي كان في النادي الشخصي معناه واحد يعمل عمله في روحه معناه ينحي حاجة دونك بطلق النادي الافريقي اللي نهنا ملاحظة انا فهمتش شهاب اللي النادي الافريقي عنده صندوق مازالت ربايع ساعة النادي الشخصي تاعب الزوز ملاعبية اللي بهم الفايدة وسامة الدراجي وابراهيم الشنيحي خرجه مزوز وهي حبت زوز ملاعبية ممتازين صحيح ولكن بنزعه معلأسف معناه دفاعية نسبيا هذا اللي فاجأني وكانه نادي الافريقي اكتفى بالتعادل خالد باش فاسر تضيع الفرص العديدة اللي يضاحة نادي الافريقي مباراة نادي سفيقسي خاصة بشورة ثانية وكتشوف المقابلة نظهر لي نادي سفيقسي نادي الافريقي حتى واحد فيه مزغل الفترات منتع القوة اللي جاتوا في المباراة خاطر نادي سفيقسي بعد ما ضيع النادي الافريقي ضرب الجزاء وسجل الهدف كان نادي مقتل المقابلة النادي الافريقي وقت يسجل الهدف تعادل جده فترة متع عشر وخمدس دقيقة كان يربح زادة فيها للمقابلة لكن هنا هذا الملاحظة الكبيرة متع المباراة بقى تضيع الفرص تغيب الساعة الجستيس تغيب الجيس تكنيك الصحيح التعب ممكن التسرع التسرع ممكن الحارس كيف كيف العب دور العب دور ايجابي نادي الافريقي ماربحش مخسرش ممكن نرجع جسد ملاحظة صغيرة على مدرب نادي الافريقي وقت اللي حسروح مش يربح الماتش قولك ما نخسروش لذلك علشان اذاك التفسير ينا للشانجمات اللي عمله مخطر النادي سفيقسي صار تماما دز العمدوني الحباسي ولا يلعب زوج لاعبين ارتكاز ولاعب اللي هو العمدوني اللي اعطاه برشة توازن وعطاه ديسوليسيون للوسط الميدان الحباسي بالسرعة متعو ووقت النادي سفيقسي بدا يخرج من المرات متعو وتعدل الفترة هذي كالي نادي الافريقي اخذيها فيها الاسندون بسيكولوجيك وضيع فيها المبارات ممكن وقتها حس مدر بنادي الافريقي اللي ممكن يخسر المقابلة ذاك علش قولك لوقتها خير من بلاش اظن انو النادي الافريقي في شوطلول ما نجمش يخرج من ال ممكن درس اكثر النادي الافريقي وعرف نقاط قوة النادي الافريقي وما خليش مساحات ما خليش مساحات للدراجة مش شفناش دراجة المساحات يعني الكبيرة المستنسية لقاها لقا روحوا في ما بين يعني كريم العواذي ونيانج وسوكاري يعني ما نجمش يلقى مساحات سكروا عليه يعني كما قولوا فهمني حاجة اخرى صابر خليفة علي سار وشنيحي على اليمين كيف كيف ملقاوش مربحوش للدول بتاحهم عن فيزا فيم تاحهم فهمني ملقاوش مساحات مش شفناش صابر خليفة فكلي شوفو شي يعملهم ملقاش ملقاش ما نجمش يلعب على الامكانيات متاعه على نقاط قوته صابر خليفة يضم في الشوط الول ملقاوا لهمش الحلول بصراحة ندي افريق وزيد الظاهرين علي مينو علي سار ما سندوش مليح والهجوم هذا اللي خلى روزيكي في الشوط الول تقريبا في عزلة يعني ما وصلت لوش برشا كورات شفناه عمل مجهود كبير برشا روزيكي بصراحة انا شفت روزيكي هو عصام ادخيلي من احسن اللاعبين روزيكي عمل مباراة من احسن مباراة وعصام ادخيلي كيف كيف حاجة اخرى اظن انه الهدف الثاني الهدف التعادل اللي جاء صحيح الشوط الثاني جاب هدف التعادل لكن جاب الاهداف المهدورة يعني الفرص مهدورة كبيرة ما تنجمش تلوم بصراحة لمدرب مع فريق يعني اهدر انفرادات رو مش تصويبه من بعيده الانفرادات يعني يخرج صبر خليفة انفراد ضيع كورة وقبله يعني روزيكي ضيع كورة لمنطقة ستة امتار يعني تم حاجات تم صحيحة تم حاجات تكتيكية ما مشاتش مليح بميطان لون لكن في الشوط الثاني يعني تم عجز على على كونكريتزاسيون يعني انتع الفرص اللي جوه من التجسيم الفرص كيما قلته التغييرات في بعض احيان المدرب يحسوا انه نقطة ممكن تخليه في الكورسة فهمني على ذاك التغييرات جات شوية دفاعية لانه اذا كان خسر المباراة ذايا وقتها معادش لما امكانية جملة حتى المرتبة الثانية ينكر معادش النجم يخلط عليها دون في بعض احيان المدرب يقيس يقول لك انا ضيعت الربح صحيح ضعوا لي ثلاثة نقاط على الاقل من ضيعش نقطة وظم اظن التغييرات اللي يعملهم اخترت لنا بعض اللاقات اخترت بعض اللاقات اخترت بعض اللاقات نحبوا نشوفوا نشوفوا الاشياء اللي كنا نحكيوا فيها اول حاجة عسام الدخلي يعني شوفوا هنا الدويل الدويل مع كريم عواذي يعني اربح الدويل واللعبة دايا عنده امكانيات بدنية وفنية ممتازة جدا معناها قام بالعملية الدفاعيا وكمل واصل عمل في الهجوم يعني وربح يعني الى الى وجاب ضرب الجزاء يعني اه لاعب ارتكاز فك الكورة اللاعب ارتكاز ثاني اللي هو كريم العواذي ومشاه يخلق يعني الى معناها الوكازيون وهو اللي اللي جاب ضرب الجزاء وضم اللاعبين الارتكاز اللي نحتاجوهم في الكورة بتاع طاوة تعرف طاوة حاشتنا باللجوور في وسط التران يكونوا بوليفالان معانش رقم ستة انت عقبل ورقم اتمانية ورقم عشرة طاوة اللي يلعب في وسط التران يزيكون بوليفالان بوليفالان ما كانش من الجزء بشربش ما معنا بوليفالان يفك ويهجب وهذا اللي عاملو عيسام الدخيلي الكدراج اللي تعمل الدراجي يظهر لي كان ناجم يستغلو نادي الفريق كثير منها خاطر لكسيون هذي خاطر كانت فما تركيز كبير على الدراجي واحد من اللاعبين الارتكاز خضايا عمل ضغط خضايا لقاروحو كانت عاملت برشة مرات هذا في مقافلة نادي الفريق كان يصنع برشة كانت صعيني لكسيون ولا مستغلوش التركيز الكبير باش يجيهم منتين يصنعوا الفارق صارت في مرة بركة اللاعب الدخيلي عمل بيه الفارق انا نتصور لو كان الغندري كان موجود في المقابلة هذي يحب برشا والله بالمستوى الفني متاعه البدني والله كان ينجم يعطي حضول كبيرة برشا اللي من الفارق معتها في الهدف الضرب الجزاء اللي جيت معتها اللاعب النيدي سفيقسي مفروض وقت الشيف صاحبه مفروض انه هو يضغط بش بش ما يخليش يتخليلي بش بش يعمل فوت يلزم فوت تكتيك معتها من الحاجات الهدوما من الحاجات اللي نتعلموهم في الكورة بعد ساعات نقول لك معتها الضحي انك تاخو ورقة سفرة بش تجم بش تجم الفريق متاعك يبنع وذي من العمليات اللي مفروض بنادي الفريق يخدمها برشا ليش خطيك ان تشوف المباراة تعاود تشوف المباراة تتاقى الكورات الكل اكثر من تسعة وتسعين في المئة كورات اللي تخرج من الدفاع النيدي سفيقسي لازم تتعدى على كريم العواضي كلهم تعدى على كريم العواضي ومحطة اساسية ببناء الهجم حاجو خلالة بش نقول انا بعد طوين كنا بش يوريهانا معتها حتى في الهدف اللي تسجل النيدي سفيقسي تشوف كيفاش اه اسامة الدراجي معتها في وسط الميدان كان حر القرى المسيحة تعطينا لعتها بشوفوه تعدى ولا الهجمة العملية الثانية هنا اه اسامة الدراجي اللي بطبيعة ووسامة الدراجي كدخليه معنى اللي كابل مش يعطي لك متاع اسامة الدراجي بتاع العادة بصراحة في الظهر الدفاع وهنا الممتاز برشا يعني متاع المدافع متاع النادي الافريقي اه بصراحة يعني هذي الكورات هذي مجاوش برشا لوسامة الدراجي مجاوش برشا مرات القليل اللي العواضي كان بعيد عني شوية كان بعيد عني شوية ووسامة الدراجي ايقال للميم ديما كالعادة يعني الباس الخرانية متاعه ممتازة وقت خلصة معنى اللي في اللاكسيون هي بيدة معتها مهم برشا انه ديما نقولوها احنا في الكورة القدم المدافع مفروض عليه عمرو منجمي يخلي الملاعب متاعه في ظهره معتها الكوفيرتور متاعه نتاقونا المسارتش كما ينزم الملاعب ديجا يخزر للتيران ويخزر للكورة لكن ما يخزرش في ظهره وشفمه معتش قاعد يتعادل مفروض ان اللاعب يكون فرد خط هو اللاكسيون ومس نعطيه حق الداعبين الاخرين يعني رأول الباس متاع الدراجي ما تسوح حد شي ده كما يسبقاش هو الطلب الكورة اللقطة الاخيرة اللقطة الاخيرة هنا رزيكية حكيت تقبل على.. الهزيكية يلعب من البوكس للبوكس يعني يلعب يلعب بالمنطقة للمنطقة شوفوا رزيكية هنا في الحالة الدفاعية هو اللي مش فك الكورة ويمشي للهجوم يعني دور دفاعي وداور هجومي يربح الدول بتاعه ويمشي للهجوم تقريبا ما عمل بالكورة يمكن اكثر من خمسين متر يعني مباراة تكتاكية ممتازة جدا عملها دفاعه Prayerیライ الرفع بتاعه الصنتراج. واضيع الكورة. وبعته نشوفه ريزيكي هو موجود. يعني الهجمة هي بيدة تقريبا طاو الكورة عند السياس وانا هشوفه ريزيكي طاو رجع يعني يلقى روحه في في مكان يعني في الحالة الدفاعية بشي غطي مع زميله في الكلوار بتاعه. رغم من اللي ريزيكي بدلك. لا 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 خطر. سمحني خطر هنا. بدل هو وصابر خليفة باعد في الزميته. بدل هو وصابر خليفة ولا عرف الكلوار بشي نجم سكر مع زميله. بايح هاش هاتيك الكلمة تتكلم على طول. هي بيدة هي بيدة شكل اخذي كورة عند الحارس. اخذيها روزيكي وهو اللي يعني هو اللي بدال هجمة. ومشال قدام. يعني مباراة تكتب. قطينا كلمة عن هذه الفريق. كلمة على روزيكي. يعني نور مال ما صحيح الواجب الدفاعي قاعد يقوم به. وصحيح قاعد يعاون في صحابه. ما يلبر بوكود يا ولدي نعرف بدل. ما هو في اللباتاج. وطنك هو في الدول. وفي الالتحام. وتبركال مع دوزاني سانترو كوستو. ديجا ضايع برشة فرص. جي انتي تقول لهم بعد بدل كل ميس ورن كوته. روزيكي عدا ماتش ممتاز. ما لفات اللي ضايع لك كل اوكازيون ازيرو متر. سيكو فما مانك دو فريشاني دو لوسي ديتي خطر ضايع برشة. ضايع برشة. انرجي هو في الفاس ديفونسيف. اني ما نطلبش الناف متاعي بشة صباح دقيقة برك. ما يرجع سوى سنتمتر. هذي كليمة. كليمة ثانية. لكنه هذة انتي ديب ناجع. هذة ديب ناجع. هذة ديب ناجع على هذي الفريسة. هو في اللعبة هذي ناف توا. كات دوت رواء. يا ودي ما عرف. قلت واني ما هوش ناف. الماشرول لاني كانت تتذكره. قلت راه روزيكي ما هوش ناف وان شاء الله يكمل يمرك. على الكسيوني والرئاسي واجدي. هو يلعب جوارد كل وارمو شاموان. اليوم اذا كش نحب نقول. اذا كش نحب نقول. افهموني وين حب نص. اليوم النادي الافريق. بالوسط الميدان اللي عنده. ستة لاعبين دون فالور اكسراوردينار. العيال. الغندري. البن يحيا. وآآ دخليلي. والوذر في السناء اللي كل ما يدخل يعطي الاضافة بممولايا داخر من الليجان. إلي كنتران دو كري بوكو دو كازيون. قاعد يقص في برشة كور. قاعد يعطي في برشة امدادات. الثلاثة اللي قدامه همش قاعدين يمركيو. برشة فرص ضاعة. بوكو دمو في شواء. اليوم النادي الفريقي. كرا اليوم. لو نوبر دو كازيون ليخلق فيها النادي الفريقي. مع نوبر دو كازيون ليخلق فيها الترجل يتول مش بعيد على بعض الشي راو. مش قاعد يسجل من الفريقي. مرة ينسجلش. سمع. سجل سجل سجلها. عشرين هدف يمكن اربع مباريات يعني. كي قبرك? ثلاثة عشر هدف معا سيرا اليوم. ومعا. يا شبيه مصر. سمحني سجل. سجل هدف. اليوم وقتلي اليوم وقتلي اليوم وقتلي المباراة الريهان مطاحها مصيري. يجيوني اثناش فرصة. ضد النادي سفيقسي في سفيقس. سمحني سيواج دي ما نجمش نعمل واحد واحد. اليوم والله اليوم النادي الفريقي. سور المشكي لا ليفري. معناه يستحق الانتصار الحقيقة معناها دون فاسون برغماتيك كليمة الاخرانية نعطيه حق بالخيثر بالخيثر الناس كل اللي انتقدته في أول السيزان قالوا مهوش موجود ومهوش قاعد يعطي في رندمان ممتاز برمي الميور جوار البرح حاجة بارك راهو نادي الافريقي مذابي يلسواني لاجستيس قدام الكادر صحيح رامجري دي عادة ماتش ممتاز اما راهو انه بانتران دو كونكريتزي كل الزفور اللي عمل فيهم ربما كان كان فما يدعم ويطعم واسطة الميدان بلاعب ثالث ويلعب أكثر خاتر ريزيكي كما كنت تحكينتي مش أفون سنتر كلاسيك كان ينجم يلقى أكثر فرص يقص الكورة عالي باش يخرج ديما انفاس دو كنتراتاك ذالي مش قاعدين نراو فيه حاجة مهمة نحب نحكي لها خاصة ان في ضرب الجزان انت شنيحي يبدأ قول عنده حارس مرمى عنده تجربة معناتها شنيحي كيفاش قلوا ركو تضربيني على اليمين دجاء دخلوا في الدود دخلوا في الشك معناتها الاخر كومي 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 مش نضربينيك على اليمين معناتها تشوف الخبرة وين تجم تخرجك بعض ساعات فيه فيه أوقات حساسة بالنسبة حسب اعتقادي انا ريزيكي في الكورة فانا حسب اعتقادي اهم اوقات بالنسبة المباريات الخمسطاش والعشرين دقيقة في الشوت لول والعشرة والخمسة دقائق الاخرين في قبل الشوت والبداية الشوت النادي الافريق حسب اعتقادي انا ماستغلش العشرين دقيقة في الشوت الثاني اللي جاوا فيه عديد الفرص جاة واحدة صابر خليفة عمل شواء غالط معناتها في الان كونتران من عادة انه يتعدى ويمركي ويعرف يدريب الزيت ريزيكي معتها شواء غالط كونترول عمله زيت كان ينجم توش واحدة يمركي ويكا يعمل الفرق ما بين كاليتين متاع اللي يطلع نقوله اعلى في المستوى فاصل قصير ثم نعود